السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبائي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا بأذ خير وصحة وعافية اليوم سوف أقدم لكم طريقة هي سحرية للتخلص من تجاعد الأصابع واليدين ولكي تتمتعوا ببياض يديكم فهي تعطي مفعول من أول استعمال سوف تلاحظون الفرق فهي طريقة فعالة جدا وقبل ما نمر لمكونات وصفة اليوم أحبائي أتمنى منكم إن كنتم أول مرة تظهرون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك وذلك بالضغط على الزرد أحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل وصفاتي المجربة والمضمونة ولكم مني دائما جزيل الشكر أما بالنسبة لطريقة التخلص من تجاعد اليدين والأصابع هذه الوصفة تستخدم مرتين في الأسبوع للحصول على يدين بيضاء ناصعة وناعمتين أيضا ومشدودتين وخالية من التجاعد في نفس الوقت فنعلم أن كثرة التنظيف واستعمال مواد التنظيف هو ما يسبب جفاف اليدين وظهور التجاعد بهما لذلك أنصحكم دائما بوضع قفازات لحماية اليدين من التجاعد ولكي تستخلصوا من السوال بهما الوصفة كما ترون تتكون من مرحلتين مرحلة تقشير اليدين ويمكن استخدام أي مقشر يمكنكم استخدام مقشر زيت الزيتون والقهوة أي مطحول القهوة والذي قمت بتحضيره مسبقا والذي سوف أترك لكم رابط أسفل الفيديو يعني رابط هذا الفيديو في صندوق الوصف وكذلك يمكنكم تقشير اليدين باستخدام عصير الليمون الحامد والسكر الخشن ويحضر بوضع ملعقتين من السكر الخشن بهذا الشكل كذلك ملعقة من زيت الزيتون وكذلك عصير الليمون الحامد ونمزج هذه المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها البعض بهذا الشكل فهذه الخلطة سوف تخلصكم من تجاعد الأصابع واليدين بطريقة طبيعية وهي أيضا مغدية للبشرة في نسط الوقت فكما نعلم فوائد عصير الليمون الحامد هو يبيض اليدين وكذلك زيت الزيتون يناعم اليدين أما السكر الخشن فهو يعمل كمقشر يزيل الخلايا الميتة من اليدين هنا بعدما قمنا بمزج هذه المكونات نقوم بأخذ هذه الخلطة ثم نقوم بفردها على اليدين نقوم بعمل حركات دائرية يعني لمدة 3 دقائق بعد ذلك نغسل اليدين جيدا بالماء الدافئ ضروري هنا استخدام الماء الدافئ لكي تتفتح مسامات اليدين بعدها نأخذ مرتب مناسب لبشرتكم ثم نقوم بترطيب اليدين فالترطيب هو ضروري يعني بعد التقشير لأنه يحمي بشرة اليدين من الجفاف وكذلك من التصبغات إذن كما رأيتم كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن تنع لإعجابكم وإذا أعجبكم هذا الفيديو أحبائي لا تنسوا ودع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتحم الفائدة ولكم مني دائما جزيل الشكر نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة ودمتم في أمان الله